الحقيقة قال أن عصرانة الموانئ الجزائرية اللي هي ليبال مؤسسة ميناء الجزائر فيها عصرانة وتطور أكثر من موانئ دوبي كيف؟ أحنا نفسر لك يعني موانئ دوبي من اللي استطمرت في الجزائر ما جابت معدة جديدة ما طورت القطع ما عصرانة القطع حتى الرافعات مستأجارة يعني الرافعات الموديل الجديد اللي يكونوا نشوفهم في عدة موانئ ما كاش بالعكس والد فيها تفننت تفننت في خلق العراقيل ما هي واش من العراقيل يعني متان تروح موانئ موانئ لتسيرها تسير للقطع العام وما نوع دوبي يعني في برمجة التفتيش تروح موانئ تابعة للدولة يعني الشركة تابعة للدولة تقدير البروغراماسيون اليوم غدوة تهبط غدوة تلقاها في باش يدير فحص الجمروكي وكذا موانئ دوبي يديروا لك البروغراماسيون تلقاها بعد أسبوع يقول لك ما كاش عندنا لا شارش بس حلما تدخل الساحات الفحص تشوف ساحات الفحص فارغة هلاش فارغة لا ما هبطوش للناس هما يعطلوك باش تبقى تخلص في المغازين يؤدي إلى تكاليف تخزين إضافية تكاليف تخزين إضافية يعني هنا وره الفرق بينهما خدمة موانئ الوطنية أحسن ألف مرة من موانئ دوبي يعني نلقاها في موانئ دوبي الآن في الجزائر تأخذ في الأموال فقط وتعطل في مصالح المستوردين ومصالح الجمرك ومصالح الوطنية يعني ما يشتع ما يعطاتش الإضافة بالعكس عطلت وكبحت نسبة من الاقتصاد الوطني